معكم بهاء في فيديو جديد من قناة AI Technology أهلا بكم عملاقة الألعاب انفيديا كانت من الأسباب الرئيسية في تطوير الزكاء الاصطناعي لأنها اللي بتزود معظم شركات أبحاث الـ AI بالأجهزة اللي فيها Computing Power قادرة أنها تشغل AI Models شركة انفيديا تأسيست سنة 1993 وكان تركيزها في البداية على تصميع الـ Graphic Cards أو الـ GPU ومع مرور الوقت بدأت الشركة أنها تهتم بمجال الزكاء الاصطناعي والـ High Performance Computing ونجحة جداً في ده ودلوقتي قيمتها عدة 6 تريليون دولار بسبب الـ AI تعتبر انفيديا النهاردة رائدة في تصميم وتصنيع الـ High End GPUs واللي بيساعد على تسريع العمليات اللي بتحتاج الـ Computing Power عالية وكمان الشركة بتستخدم تقنياتها في تطوير برامج الزكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وبتقدم خدمات الـ Cloud Computing وانفيديا عمل GPUs مخصوص للـ Machine Learning والذكاء الاصطناعي عشان تساعد أجهزة الكمبيوتر أن هي تعمل مهام متعددة بشكل أسرع وأكتر فعالية زي التعرف على الصوت والصورة والترجمة الآلية وتحليل البيانات الضخمة وبيتم استخدام تقنيات انفيديا في مجالات كتير زي الطب والزراعة والصناعة وغيرها من المجالات في الطب مثلاً تقنياتها ممكن تستخدم في تحليل الصور الطبية والكشف عن الأمراض وانفيديا لها مكانة مهمة جداً في مجال الزكاء الاصطناعي وبتطور تقنياتها ومنتجاتها عشان تلبي احتياجات عملائها وشركائها في المجال ده لأن هي شريك استراتيجي لعدد كبير من الشركات العالمية زي أوبن AI صاحبة شات جي بي تي اللي شغال على انفيديا هاردوير وكمان انفيديا مؤسسة تعليمية متخصصة في مجال الزكاء الاصطناعي بتقدم دورات تدريبية ورش عمل للمهتمين بتعلم أسسيات الاي اي المختلفة وأثيراً انفيديا بقى تركن أساسي في تطوير تطبيقات الزكاء الاصطناعي مش مجرد مصنع للجي بي و عشان الألعاب أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ده اعملوا لايك وشير تاني معكم بها شكراً